خمسة وستون جريحا حالة من الهلع والخوف والذعر في منطقة الميهوب بولاية الأمدية بعد أن ضربت هزة نارضية بقوة 5.3 على سلم يشتري المنطقة في ساعات متأخرة من ليلة السبت وجعل السكان يفرون من بيوتهم ويمضون ليلتهم في العراء أولي 65 مريض يعني 65 حالة يعني متفاوتة الإصابات هناك إصابة واحدة فقط اللي هي سيدة في 73 من العمر تم نقهل المستجمدية التكفل الإختصاصي وحدي مركز الهزة بعشرة كيلومتر شمال شرق بلدية الميهوب فيما سجلت تشققات بعديد المنازل والبنايات بالمنطقة وتم نقض المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج كيلو قلت هذك اللي كان لحقت الوحدة الحالة رعدت بعد تريستي رحت كيلو رحت استياد يدري الضابحو يا خيين ما هم فتحت الباب خرجوا البرا وقلت لك خرجين خليني نريح أنا راني متعوق ما علينا خلي العمر عند ربي إلا لحقت ساعة ما رحبا وإلا ما لحقش ما رحبا وزير السكان والعمران والمدينة عبد المجيد تابون ينزل إلى ولاية المدية وبالتحديد البلدية العزيزية للوقوف عن قرب على وضعية السكانات بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الميهوب الأرض إذن تهتز للمرة الثانية في هذه المنطقة وبشدة أقوى من سابقتها ما ترك حالة الخوف في نفوس السكان